نشرت صفحة أقول بركات أسكروكري معلومات مثيرة عن العناصر القيادية في حركة بركات داخل وخارج الوطن معلومات تميط لثام عن حقيقة هذه الحركة وأصولها واتصالاتها مع أطراف خارجية تقرير فهم بن سعيد تتواصل التسريبات التي تتحدث عن الوجه الآخر لما يسمى بحركة بركات التي تطلح أجندتها أكثر من تساؤل في ظل العلاقات المشبوهة التي تربط منتسبي هذه الحركة بدوائر جنبية تعمل على ضرب أمن واستقرار الجزائر صفحة بركات أسكروكري 2014 واحدة من بين الصفحات التي فضحت حقيقة حركة بركات ومخططها الرامي لجر الجزائر لمستنقع الفوضى أين تتحدث عن علاقات مشبوهة تجمع بين أحد قادتها بفرنسا المدعو عبد بن جودي وعلاقته مع بوريا أمرشاي البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الفرنسي وسونيا مجري عضوة في اتحاد الشباب الأورو مغاربي والتي بدورها هي عضوة في مؤسسة أناليند والتي ترأسها أندري أزولاي المولود في المغرب من أصل يهودي وهو المستشار الخاص لملك المغرب محمد السادس ناسيما جيتال عضوة في التنسيقية لحركة بركات لديها علاقات مباشرة مع أندري كاني مسؤول بجمعية كاسيت بالتوغو المقربة من دوائر استخباراتية فرنسية وقد تم يجراء لقاءات بين الطرف المغرب هذه الجمعيات التي تملك مكتبين الأول في التوغو والآخر في فرنسا بتمويل مباشر من طرف فريدوم هاوس نبيل الحدد فرنكو مغربية تم يقحامها من طرف المغرب وسط الحركات الاحتجاجية والمظاهرات بالجزائر تدعي أنها صحفية حرة تعمل في عدة مؤسسات إعلامية بفرنسا كالاديو فرنسا استضافتها عائلة قسنطينية وتقول أنها جاءت كسائحة في حين أنها تملك تأشيرة الدخول كصحفية للإشارة أنها كانت بإسرائيل والأردن قبل أن تطأ قدمها الجزائر سامير بلعطاش المدعو حوشيشة المقيم بفرنسا والمتقدم كعضو في جبهة التغيير الوطني أفسيان وهي حركة افتراضية على موقع الانترنت وبالأخص موقع الكوتيديان الجغي بالرغم من أن الموقع مسجل باسم سامير بلعطاش المدعو حوشيشة والذي بدوره لديه علاقات مع الجزائريين بمختلف الديانات الملفت للانتباه أنه استعمل اسمه الحقيقي في حسابه الرسمي الفيسبوك دون اسم مستعر والمفاجأة أنه مكتوب في بيانات الفيسبوك أنه مسيحي ويطالب باستقلال منطقة القبائل والاعتراف بإسرائيل كدولة سلما زموري ووفي عدوان فتتان مقيمتان بالسويد من جنسية جزائرية تم مسح كل الملفات والمعلومات الخاصة في جوجل واستبدالهما بمعلومات أخرى سامير بالعربي عضو في التنسيقية لحركة بلكات مثله الأعلى الشيخ العريفي الذي يفتي بزواج المناكحة في سوريا للمجاهدين جورج سورس ممول حركة بلكات الغير المباشر عبر منظمة فريدوم هاوس والمتواجد في المغرب حاليا فيدرالية فريدرش نومان ستيفنغ الألمانية واحدة من الجمعيات الأجنابية التي نسجت شبكة عن كابوتية في كل من بيجايا والتيزيوزو لها صلة المباشرة ببلكات تم تتبع آثار هذه الفيدرالية وصولاً لوهران وجمعية النساء الجزائريات المطالبات بحقوقهن فرد برئاسة فاطمة بوفنيك المولودة بالبيض وتطول قائمة أعضاء بلكات المنتشرة عبر العالم